دشن جمعية بني سنان التعاونية الزراعية توزيع 1200 شتلة بن و500 شتلة فاكهة كمرحلة أولى في منطقة المقارمة بمديرية الشمايتين ويأتي هذا النشاط بهدف العودة إلى موكا الذي أطلقته الجمعية ضمن سلسلة مشروع زراعة مليون شجرة بن في محافظة تعز وفي التدشين جرت دورة توعوية للمزارعين وشخصية الاجتماعية في كيفية زراعة شجرة البن وأهميتها في الاقتصاد الوطني دشن جمعية بني سنان التعاونية الزراعية في منطقة تعزلات المقارمة مديرية الشمايتين زراعة المليون شجرة بن مع فاكهة ضمن مشروعها المليوني لزراعة مليون شجرة بن وفاكهة في محافظة التاسع حتى 2025 لما لشجرة البن من أهمية اقتصادية وأيضا شجرة الفاكهة نحاول أن ننشر هذه الشجرة في مديرية محافظة تعزل من أقل العوداء وسمينا هذا المشروع العوداء إلى مقابل وإن شاء الله ستعود هذه الشجرة كما قالت عليه سالخة شجرة البن لها دور كبير في الانتقى العالمي وفي اقتصاد اليمان وأن تعود هذه الشجرة إلى مثل هذه المناطق شيء جميل ترجمة نانسي قنقر